واشار الشيخ علي سالم الحريزي إلى أن فرج البحسني عضو مجلس القيادة الرئاسي يروج لشركات تنقيب تعمل لصالح الإمارات وإسرائيل وبريطانيا والآن مؤامرة جديدة يعد ولها والأسف شديد أن لخ اللواء فرج سالم البحسني أمس قال المحافظة يروج لهذه المؤامرة الجديدة الشركات بدقي طيب يا فرج يا البحسني أنت تقول أن الشركات بدقي بيطلع نفط أنت عندك الضبة فيها نفط ليش الإمارات المستطرد منها معافظة عضو موت حتى مواطنين عضو موت معدهم كاربة والمطار محتل وهو يجي هنا يروج أن الشركات بدقي وبتخرج النفط والغاز لمن؟ لبريطانيا وأمريكا وأسرائيل نحن ما بنستيد منها شيء بما فيه هو حضر موت محافظة حضر موت